شهر رمضان يا حبيبي نفتار الصائمين علشان نقول لكل محتاج والكل فقير احنا معاك سوابة مش بس بصلاة سوابكم مش بس بصيامة افطار صائم تتكمل صيامة افطار صائم فرصة متضيعهاش افطار صائم تتفرح ناس كتير رمضان شهر الخير بمبلغ بسيط تقدر تساعد أسرة محتاجة مدلهم إيدك بالخير رمضان فرصة متضيعهاش صلواتنا وسلامنا وحليننا يا رسول الله أعزائي المشاهدين وحيكون بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمرة الخير أنا هبتدي بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الأيام اللي فاتت تقربنا من سيدنا النبي كتير وتقربنا من ربينا كتير قوي وعرفنا سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بنتكلم على سيدنا النبي وعرفنا كان اللي هو ذو نسب وكان من عيلها عريقة بس إحنا وعملنا ما سمعنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأغنياء أو عيلته من الأغنياء هما كانوا ذو نسب بس أغنياء مش أغنياء يعني ستماعنا اللي هما كانوا ناس سعديين أنا بقى هقول لكم إيه اللي حصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعيلته كانوا جوادين يعني كل اللي معهم بيتدور الناس زي ما قلنا جده عبد المطلب كان في الثقايا ورفادة وجده هاشم كان في الثقايا ورفادة كل اللي معهم كانوا بيتدور الناس كان في فرع تانى من العيلة هو اللي كان غني أوي بس ما كانش زي بنية عبد المطلب ليه؟ لأن بنية عبد المطلب كانت الناس كلاه بتحبها ويددول الناس بسخاء كانوا دايما في موضوع طعام Brexit طعام والثقاية الماء كانوا جوادين قوي لكن الفوع الثاني من العيلة ما كانش بالشكل ده من الجود كانوا أغنية قوي بس ما كانوش محمودين من الناس زي بني عبد المطلب اللي هم منهم النبي صلى الله عليه وسلم طيب احنا وقفنا المرة اللي فاتت اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتولد بعد خمسين يوم من معجزة الفيل او حديث الفيل احنا اتكلمنا اللي حديث الفيل عرف الدنيا كلها الدنيا كلها اللي فيه إله واحد كل الناس اللي شاهدوا على المعجزة اللي هي الطير الأبابيل اللي فيه إله واحد بيحمل بيت وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى فيه تمهيد بقى لفيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كانت تمكة ربنا عز وجل قال عليها هي أم الكرة في القرآن أم الكرة ليه أم الكرة هي كانت مركز التجارة ما بين الفورس والروم اللي هما أكبر حضرتين في الوقت ده فكان كل الناس بتتناقل أخبار مكة في وقت التجارة رايح جاي طيب ده ده فايدته إيه للإسلام لأ ما ربنا عز وجل بيمهد الطريق لسدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمهد الكون كله لي الناس عرفت اللي الكعبة ليها رب بيحميها فعرفوا اللي فيه إله واحد وابتدوا يقولوا اللي فيه إله للكعبة واللي مكة هم أهل الله فسدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جيه بقى هو رسول الله ده ما بيفكركمش بحاجة أول ركن وإركان الإسلام أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فربنا مهد للناس أن لا إله إلا الله للبيت رب يحميه وبمهد بهم اللي فيه نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فبقت الشهادتين أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهي جوكنا الأول في الإسلام يعني عمود كده رسح في بيوتنا لا إله إلا الله طيب إلا حصل بعد حديث كفير إحنا قلنا اللي عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز وهو عنده 25 سنة وتوفى وهو عنده 25 سنة قبل ما يتوفى تزوج من السيدة آمنة بنت وهب ابن عبد منافو اتجوزها شهرين أو شهر وابتدى يسافر في التجارة بتاعته وما كانتش يعرف اللي هي حامل في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مسافر وراجع من الطريق إلى مكة عدى على المدينة المدينة دي كانت إيه في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها خلان أبو النبي جد عبد المطالب كان متزوج وين المدينة فخلان عبد الله كانوا هناك فأنا لازم أعدي على خلاني أشوفه ودي فيها قيمة كبيرة جدا جدا لسرعة الرحم ده أبو النبي لسه ما كانش في إسلام بس كان عنده مبادئ وقيم قيم عربية أنا لازم يبقى عندي سرعة الرحم أنا لما عدي من عند خلاني أو أعمامي أو أي حد قريبي لازم أسلم عليه ده سرعة الرحم اللي تربى عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عد على أخواله أبو النبي عبد الله وبعدها تعب ومرض مرض شديد فهو تعبين أصحاب عبد الله كانوا في السفر رجعوا تاني لمكة فقالوا لأبو عبد المطالب هو سبناه هناك بيزور أخواله فلما تأخر إلي أعلي إلي حصل فلما بعت له الحارث ابنه أو الأبن الحارث بعته المدينة عند أخواله لأمات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات طيب هو مات وكان اتدفن في دار النابغة عند حد في المدينة اسمها دار النابغة طيب وبني اللي هو أخوال عبد الله كان القبيلة اسمها إيه؟ كان اسمهم بني عدي بن النجار يبقى أخوال عبد الله كان اسمهم بني عدي بن النجار عشان لو أي حد من الأطفال أو حد تكبر يعرفوا اسم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أبو النبي كان أخواله اسمهم كده بني عدي بن النجار يبقى هو اتدفن هناك وبعدها اتوردت ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي يتيما ما شافش حنان القب ما جربش يقول في يوم الأيام أبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم ولد حاسس بالأيتام يعني عارف يعني إيه واحد ما يشوفش أبوه واحد ما يطبطبش على كثفه أبوه عشان كده كان حنين على أصحابه وعلى الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم كان بيقول له أصحابه أنا أباكم اعتبوني أبوكم كان لما يجي يجبر بخاطر يعني مجموعة من الشباب فيلعبوا لعبة كده بالرماح وإزاي يصدوا فلقاهم المجموعة التانية ما بيرموش الرماح فقال لهوا أنتو مش بترموا لي قالوا له يا سيدنا النبي صدينة معهم هنرمز زي مكسفين بصر أخلاق العالية فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحنين الأبوة والنبوة ضمهم كلهم إليه وقال لهم أنا معكم جميعا أنا معكم سيدنا النبي عن رقوف رحيم جاي ما قال عليه المولى عز وجل فقال بولين طب ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا خلاه يبقى يتيم في الدنيا سيدنا النبي لما تولد يتيم كان وليه ربنا عز وجل ربنا الولي الولي هو من يتولى شؤون عباده يعني لما بيشتكي بيشتكي ربنا لما بيعيط بيعيط لربنا اللي بيقف جنبي وسنبني ربنا مش بناء دم مش أبويا ولا أخويا ولا أمي لأ ربنا عز وجل اللي سنبني دلوقتي بنلاقي معظم الأولاد لما يجي يحصل حاجة في المدرسة أو في البيت يقول لك أنا روح أقول لبابا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا علمه وكان بيعلمنا درس اللي احنا لما نيجي نتسند على حد ما نتسندش على بن قدم لكن نتسند على ربنا عز وجل لما نشتكي همنا نشتكي ربنا عز وجل رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أبو سيدنا يوسف أنا أسفة كان بي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ما كانش بشتكي لحد غير ربنا رسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني على الناس عارفين يعني إيه الهوان على الناس يعني اللي انت تبقى ضعيف والناس حاسة اللي هي أقوية عليك زي ما حد فينا بيبقى في شغله أو في حياته وحاسس ان الناس مستقوية عليه أو الناس كتيرة حاسة بكده أو حد عايز يكسره عشان هو الواحد في الدنيا قصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة بتبينيلا لربنا ولي الذين أمنوا ولي الضعيف ولي المقصور سيدنا موسى كان بيقول لي ربنا أين أجدك يا رب قال أنا عند المنكسرة كلوا بهم على فكرة الياتيم ده قلبه ببقى فيه كسرة أصلا مدأش حنان أبوه أو حنان أم وده بيخليني أرحمة عايكو تصيرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في كريش لما بيجو الطفل بيتولد لازم يجبوله مردع مش أمه اللي بتردعه لأ أول كم يوم بس وبعدين بيودوا المردعات إيه ده إيه العادة الغريبة دي هما كانوا بيعملوا كده ليه أنا هقول لكم الأول القبيلة اللي كانت بيبقوا مردعاته هم متخصصين في الموضوع ده هما اسمهم بني سعد بن بكر هما كلهم شغالين مردعاته طب ليه ما يبقاش مع أمه وعيلته في كريش كانوا بيشوفوا وما هما كانوا بيربوا طفل قائد يعني طفل عارف إزاي يقدر يدير شؤون حياته من غير ما يتسند على حد ويبقى عنده فكر القائد الدنيا واسع قدامه ففكره بيبقى لا محدود هو ده كانت فكر كريش في الوقت ده فهو كان يتيم صلى الله عليه وسلم فكانت شغلة الموضوعات دي لهم ياخدوا فلوس قليلة من أهل الولد أو البن من أهل الولد ياخدوا فلوس قليلة لكن المكسب الأكبر ليهم هو الهدايا اللي بتيجي من أبو الولد طب صدنا النبي يتيم مفيش هدايا فكان الموضوعات ما بيردوش ياخدوا موضوع ورد تانية لا لا ده مالوش أب سبنا النبي سبنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل سبنا النبي صلى الله عليه وسلم جت موضوع منهم هتاخدوا بقى كده قلت لا جت تروح مع بقية الموضوعات لقيت لكل واحدة ورد رديع وهي الوحيدة اللي مش وقد رديع فقالت لا أنا هرجع أخد الطفل اليتيم ده وربيه عشان ما بقاش في وسطهم كده مش بعمل حاجة عشان دي كانت شغلتها بالفعل راح تخيدت سبنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما كمل لكم لما خدته انتوا متخيلين كان كل موضعات وحده قل ده يتيم وبعد يطمده ربنا رفع ذكره في الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم يعني سبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان محدش عايزه ما كانش فيه موضع عايزة عشان كانت عايزة هدايا من أبوه طيب وهو اللي موجودين في الدنيا دلوقتي اللي منهمش حد في الدنيا بيهم ربنا عز وجل ما حدش لو الدنيا قفلت بيك قوي افتكر سبنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل واحدة مش عاوزها وبعدين ربنا رفع ذكره في الدنيا كلها وعلى فاكرة القصة دي مع سيدنا يوسف وشروه بثمن بخصد دراهمة معدودة يعني هما كانوش عارفين هو مين وربنا برضو رفع ذكره فاللي حاسس اللي هو حاجن على الناس او مفيش حد سنده في الدنيا او ملوش ظهر اعرف اللي ظهرك وسندك ربنا عز وجل خدته السيدة حليمة السعيدية وهي كانت موضعت سبنا النبي صلى الله عليه وسلم اخدته لقابلتها بني سعد ابن بق ايه اللي حصل اول ما جيسدنا النبي بقت الدنيا كلها باركة وخير ايه اللي حصل عايز اقولكو اللي كانت الدنيا ما كانش فيه مطر في الوقت دا والدنيا كانت جرداء قوي ابتدت الدنيا يبقى فيها خضار ويبقى البعير بتاعهم بيمشي وياكل وسدي البعير يبقى فيه لبن كتير قوي بقيت القبيلة تمشي البعير بتاعتهم ورى البعير بتاعة السيدة حليمة عشان عارفين اللي فيها باركة فزوجها قال لها والله ان انا اخذنا نسمة مباركة اسمه مباركة صلى الله عليه وسلم عشان كده يعني اي حد تحاسس ده ما فيش امل في الدنيا وان انا ما ليش لازمة وان انا ضعيف وسط الناس او هيرن على الناس لو انت هيرن على الناس انت عزيزة عند ربنا قوي ولو انت ضعيف وسط الناس دلوقتي ربنا هيرفعك طول ما انت مع ربنا ربنا مش هيغزلك ابدا والله لن يغزيك الله ابدا زي ما قالت سيدة خديجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سل رحمك وصلي صلي صلي وتوضى ودعي وهتلاقي ربنا عز وجل معاك ان الله يدافع عن الذين امنوا هو نعمى المولى ونعمى النصير عز وجل هطلع معاكم لفكرة اهل الخير ونرجع تاني مع بعض ان شاء الله مع فكرة البر والتقوى وان شاء الله يبقى كلها بر والتقوى صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله شئناك بالحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة